كم قصات تترى جاءت بها البشرى موعظات كبرى أو عبرى للناس قصات وسينا تمحو مأسينا تزرح ينفينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سمو غاية رب الباراية اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولاد ماتوا جميعا الذكور كلهم ماتوا قبل البعثة بل بداية البعثة كان ولد صغير عنده ومات في بداية بعثته صلى الله عليه وآله وسلم اسمه عبد الله هذا آخر أولاد من الذكور أما البنات فعشنا حتى كبرنا منهم من ماتت قبل وفاته ومنهم كفاطمة ماتت بعده بستة شهور رضي الله عنهم أجمعين لما مات آخر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل اسمه العاص ابن وائل رجل خبيث الآن يعني اترك إن رسول وأنت ما تؤمنون بالرسول لكن يبقى إنسان صح ولا لا ومات لولد يعني لو كان عدوك مات ولد على الأقل إذا مات بتواسيه اسكت عنه فجاء يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم يسخر وكان يقول بين الناس بتر محمد بتر محمد صلى الله عليه وسلم يعني شنو بتر كانوا يسمون الأبتر اللي ما عنده ولد لأنه عنده فقط بنات فكان يقول بتر أي انقطع نسله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ليسلي نبيه إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هذا اللي يبغضك هذا اللي يتكلم عليك العاص بن وائل وغيره هذا اللي يشنئك يبغضك ترى هو الأبتر مو أنت الأبتر إن شانئك هو الأبتر واليوم بعد 1400 وشيء من السنوات اسم محمد صلى الله عليه وسلم وينه تسمعونه في أستراليا تسمعونه في موسكو تسمعونه في كندا تسمعونه في أمريكا تسمعونه في الأرض كلها محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظم وأكثر الأسباء انتشارا في الأرض إنه رسول الله إن شانئك هو الأبتر أما الكوثر وما أدراك ما الكوثر نهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم البعض ما يعرف أن الكوثر هو نهر داخل الجنة طبعا ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وحافتاه قباب اللؤلؤ شيء شيء عظيم ما تريد تخيله الكوثر ماءه يصب وين يصب خارج الجنة وين خارج الجنة في المحشر في حوض هناك حوض في المحشر حوض الكوثر هناك داخل في الجنة نهر الكوثر وخارج الجنة يصب الماء خارج الجنة في حوض اسمه حوض الكوثر هذا قبل دخول الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقف عنده يستقبل أمته تشرب من حوضه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون له يا محمد ما رأيك تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة ما رأيك نسوي اتفاق سنة نصير إحنا نعبد ربك وسنة أنت تعبد ربنا ما رأيك أليس هذا من العدل والإنصاف فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين هذه السورة ترى من أعظم سور القرآن ولهذا كان كثيرا يرددها صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر يقرأها في سنة المغرب يقرأها في الوتر يقرأها خلف المقام لما كان يطوف بالبيت يقرأها وكان يوصي أصحابه بقراءتها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولأنا عابد ما عبدتم ولأنتم عابدون ليش أعيدت الآية مرة ومرة ومرة من باب التأكيد أن هناك مفاصلة بيننا وبينكم وقال بعض المفسرين أن هذه السورة فيها جمال كبير وعظيم من جماليات هذه السورة لا أعبد ما تعبدون ولأنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولأنتم عابدون ما أعبد مرة لا أعبد ومرة لا أنا عابد مرة جملة فعلية ومرة جملة إسمية ليش ينفيها بجملتها الإسمية وينفيها بجملتها الفعلية يعني لا تحلمون لا بالماضي ولا بالحاضر ولا بالمستقبل إن يوم من الأيام أعبد معبداتكم لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في حجة الوداع حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحجة نزل قول الله في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وكأن الدين ختم وكأن القرآن اكتمل لكن في أيام التشريق بعد يوم عرفة في أيام التشريق نزلت سورة على رسول الله بعد ما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم قيل هذه آخر آية وقيل لا 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 في آيات نزلت بعدها شنو الآيات التي نزلت بعد اليوم أكملت لكم دينكم سورة نزلت في القرآن في حجة الوداع في أيام التشريق ما هي هذه السورة؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أغلب الناس اللي مر على هذه السورة ترى ما يعرف المعنى على بال عادي الناس دخلوا في عام الوفود في دين الله عز وجل والحمد لله الله نصر نبيه الله أمر نبيه بعد أن انتصر أن يستغفر له ويحمده بس خلاص الناس تظن هذا المعنى من هذه السورة لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم فهما أعظم من هذه السورة شنو فهم؟ فهم أن هذا نعي من رب العالمين فهم أن هذا نعي أن الله عز وجل ينعيه خلاص هذا نعي ليش؟ لأن اكتمل الدين ونصرك الله والناس دخلت في الدين استغفر ودائما النهايات استغفار فلهذا أمر الله نبيه أن يستغفر ولهذا قال لفاطمة إن الله نعاني فبكت ثم أخبرها أنك أول الناس اللحوقا بي ففرحت رضي الله عنها وأرضاها نقرأ القرآن لكن يجب أن نستوعبه ونتدبره كم قصات تترى جاءت بها البشرى موعظات كبرى أو عبرى للناس قصات وسينة تمحو مأسينة تزرح يمثينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة عاية سمو غاية رب الباراية اشرح بها قلبي يا رب